بسم الله الرحمن الرحيم والعلماء والسفراء والضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سلمه الله ورعاه وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر وكلاهما يتمنى لهذا الملتقى دوام الاستمرارية والبقاء وأن يحقق هدفه وأن يعود خيره على البشرية جمعاء خصوصاً وأن هذا الخير يأتي مرتبطاً ومنبثقاً عن كتاب الرفيع القدر واسع الفضل ختم الله به الرسالات السماوية وأتم به الدعوات الإلهية واجعله بمعجزةٍ باقيةٍ وإعجازٍ خالد الحضور الكرام إن القرآن الكريم مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها ودستور الأخلاق وعمادها بهرت مناهجه العقول وظهرت آثاره على كل مقول فقد أحكم الحكيم صمعته وقسمه إلى ما يلزم عنه من معانٍ وأحكام فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأحسن أسلوب لا يمكن للإنسان أن يستقصي معانيه أو يقف على وصفه على الإطلاق الحضور الكرام لذلك كان هذا الكتاب المعجز له أثرٌ عظيم في حياة البشرية سواء كان على الجانب العلمي المعرفي أم الجانب الإصلاحي الطربوي الشامل للجانب النفسي والجسدي المادي أما على الجانب العلمي المعرفي فقد التقى بالعقول على تفاوتها وسعى بالألباب على تباينها وأصلح عجاج الألسنة على تنوعها فحارب انحراف العقول بتصحيح المفاهيم وتقديم الحقائق للعالمين وخاطبها بما فيه النفع وقدم لها العلاج الناجع في نفوسها وزكَّى الألباب وامتدحها وشرفها ونوَّها بسمو أهلها وقد سلك في ذلك المناهج العقلية السديدة والأدلَّة الفلسفية الحكيمة وأدبع الجدال بالتي هي أحسن داعيا إلى السير والتأمُّل في العالم فقال تعالى أُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن هذا المنطلق فقد أولى العلماء أرباب العقول وأصحاب النهى عنايةً فائقة ورعايةً رائقة فجعل تفصيل الكتاب المجيد لأجلهم فقال تعالى كتابٌ فُصِّلت آياته قرآنًا عربيًّا ورفع قدرهم وأعلى شأنهم فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبشرهم بالمقام الرفيع والدرجة المُسلى فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكان من باب الإشادة بهم والتنبيه على فضلهم أن جعل العلم هو ميزان التفاضل بين البشر فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن ثم فقد حث على العلم ودع إلى التحلِّ به والتلبُّس بمقوِّماته وقدَّم في سبيل ذلك أسمى الدوافع إليه وأبلغ البواعث عليه ولا شك أن ارتقاء الأمم أفرادًا وجماعات لا يتأتَّى إلا بالعلم والمعرفة ولا يتسنَّى التقدُّم إلا مشروطًا بهما ففي التحريض عليه إصلاحٌ للتقهقُر ودفعٌ للتقدُّم ودعوةٌ للتحضُّر وفتح بابٍ للدخول في سباقٍ حضارة الحضورُ الكرام لقد نزل القرآنُ الكريم في ليلة القدر ليُعلن احترامَ الإنسان ويُؤكِّد تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات ويفتح آمامه آفاق العلم وأبواب المعرفة بلا حدود ويدفعه دفعًا للتفكير والنظر والبحث والتأمُّد بعدما حرَّر فيها عقله من أغلال الجهل والجمود والتقليل والاتباع الأعمى بغير حجةٍ ولا دليل وأما على الجانب الإصلاحي الطربوي فلم يترك ثغراً حياتياً إلا وعليه جنب من جنود الهداية ولا عجب في ذلك فقد انطوى القرآن الكريم على رسالة رب العالمين إلى جميع خلقه وابتعث من أجل إبلاغها كريم رسله ومن المقرر الذي لا ريب فيه أن كل صانعٍ هو أعلم بصنعته وهو حكيمٌ خبير قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعليه فكل ما تعبَّدهم به من أوامر ونواه إنما هو قانون لإصلاح ودستور لرقي ووثيقة لضمان فلاحٍ في الدين والدنيا والآخرة ومن هنا فقد شرع لهم ما به الصلاح في الحال والمآل في الظاهر والباطل للروح والجسد فجاء المنهج القرآني متفقًا مع حاجات البدن فلبَّ الرغبات ضُن حدودٍ لا يمكن تجاوز عنها من شأنها المحافظة على الإنسان روحًا وجسدًا كما تناغم مع حاجات الروح فاستجاب لهذه المتطلبات التي تبحث عنها وأمدَّها بأسمى غذاءٍ لها والذي يتمثَّل في علاقةٍ إيجابيَّةٍ بالله تبارك وتعالى فالعبادة من متطلبات تلك الروح التي هي حبيسة البدن وكانت أولى العنايات التي حرص القرآن عليها هو التحقيق لمصالح البشر فسنَّ لها ما يحفظ لها ذلك فكانت هذه القليات الخمس الدين والنفس والنس والعقل والنال ولهذا جاء القرآن الكريم بأمَّهات الفضائل وجوامع الأخلاق والآداب وقرر المسؤولية الفردية والجماعية ومع أن القرآن الكريم قد أقرَّ سنَّة التثاوت بين الناس في العلم والمعرفة والخلق والرزق والمعيشة إلا أنه هدم العصبية وَأَتَى عَلَى بُنِّيانِهَا فَسَوَى بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ إِنْسَانٍ وَإِنْسَانٍ وَلَا بَيْنَ جِنْسٍ وَآخَرٍ وَلَا بَيْنَ أُمَّةٍ وَأُمَّةٍ أُخْرَى إِلَّا بِالتَّقْوَى وَالْعَمَلَ الصَّالِحِ فَكَانَتْ تَعَدُّدُّ وَالِفْتِلَافِ بَيْنَ عَقَائِدِ النَّاسِ وَأَلْوَانِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ وسيلةً للتعارف والتعاون والتحاب والتشارف فقال تعالى يا أيها الناسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ كما أعلن القرآن الكريم تحرير المرأة وأعاد لها ما صودرت لها من أنظمة المجتمعات في ذلك الوقت من حقوق لا يتسع المقام لسردها وجاء بفلسفةٍ جديدة تقوم على العدل والمساواة والشورى والرحمة ومنع الاستبداد فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدُّ الأمانات إلى أهلها لقد وجَّه القرآن الكريم العبادة إلى كل خير فأمرهم بأحسن الأخلاق وأرشدهم إلى أقوَم القيم وأفضل المبادئ الحضور الكرام عندما ننظر في الجوانب الإصلاحية التي لا يحصرها الكلام ولا يمكن لنا أن نقف عليها في مثل هذا اللقاء نجد أنها قد جاءت في إيطار مناهج متعددة تُنشِد الرُّقي بالفرد والمجتمع وتهدُف إلى التقدُّم والإبداع والتوجيه والتميُّز في إيطارٍ طربويٍ فريد وإرشادٍ ربانيٍ حكيم لا يصدُر إلا من العليم الخبير ولما كان الفرد هو أساس مجتمعه واللبنة الأولى في تأليفه وتكوين جماعاته فها هو القرآن الكريم على جانب الإصلاح يرفع الركام عن الفرد الهائم في الضلال فيُخرجه من ظلمات نفسه إلى نور منهج ربه سبحانه وتعالى في وقتٍ صار الإنسان وفق غرائزه وواقع في شهوات نفسه فأطلق لها العنان واستباح لها الرغبات فخرج على الفطرة وقوانينها واستبدلت طبيعة البشرية وهيئاتها وغيرت السنن الإلهية ومرادها فاستجاب لنداء طبائعه المظلمة فشرب الخم وقتل وسرق وأتى الفواحيش ما ظهر منها وما بطن وخرب وأفسد وانتهك المحرمات وأتى على الحقوق وأضاع الواجبات هنا نجد التدخل السماوي والتشريع الإلهي جاء ليُناهِدَ هذا ويعالِك تلك الجرائم المنكرة فدعاه إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه الحضور الكرام هناك الكثير مما نزل به القرآن الكريم في شؤون المجتمعات وفي العلاقات الدولية وفي أمر العقوبات وفي الأسرة وفي المجتمعات الراقية وفي المدن الفاضلة وغير ذلك دعاً كما يتعلَّق بالعقيدة والعبادة والمُعاملات بتنوُعاتها والغيبيات والدار الآخرة بتفاصيلها ورغم ما جاء به ودعا إليه وحزَّر منه إلا أنه على مدى أربعة عشر قرن يتعرَّض لحملات التشويه والازدراء وتنفير الناس ولا يزال ولا غرابة في ذلك فالسراع بين الحق والباطل باق والتنازع بين الخير والشر مُستمر ولكن هيهات لهم فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كسيراً الحضور الكرام إن هذا الكتاب الكريم حرَّر دمير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن ظلومات الكفر إلى نور الإسلام وخلَّص عقل الإنسان من الأوهام والأساطير والخرافات وتسامى بنفسه ومشاعره فوق المادَّة وعبودية الغرائز وإغراء الشهوات هذا الكتاب المجيد صنع رجالاً بل صنع أمة نقلها على ضعفها وبساطتها ورثاسة حالها من المحلية إلى العالمية ومن الإقليمية إلى الدولية في غضون عقود قليلة واستطاعت أن تنتشر في شرق الدنيا وغربها واستطاعت أن تقيم في الدنيا بأسرها حضارة لا يذال دينها ثقيل في أعناق سنع حضارة اليوم ورموزها وعلمائها ومفكريها الحضور الكرام لقد عمد القرآن الكريم إلى محاربة الرزائل بأسمى أنواع العلاق وأقوى من سبل المواجهة لها فحد الحدود وشرع العقوبات وأقام المبادئ وشيد القيم وأرشد إلى الأخلاق وقنن القوانين التي تقوم وتهدف إلى إصلاح الفرض وانتظام المجتمع لكل ما سبق أقول حسناً فعلت وزارة الأوقاف المصرية عندما حرصت على إقامة مسابقة عالمية للقرآن الكريم تذكيراً بفضله وتأكيداً على واجب الأمة نحوه وتنبيهاً على خطورة هجره وقبح الإعراض عنه الأمر الذي يؤكد على أهمية التنافس في حفظه والتسابق في القيام بأمره والعمل بما فيه إن الاحتفال اليوم وإن كان خاصاً بالمتسابقين فهو في حقيقته احتفال بالقرآن الكريم وفي الوقت ذاته احتفالٌ بقدر العلم والعلماء في هذا الكتاب الكريم خصوصاً وأن المقصود بالعلم هنا هو ما تضمَّنه القرآن من دعوةٍ إلى الحكمة والمعرفة وسعيٍ في تحصيلها بما يحقِّق سعادة الدنيا والآخرة لأن الحضارة التي صنعها القرآن الكريم حضارة تعارفٍ وتعاملٍ وتكاملٍ وعمرانٍ وبنيان وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالنذر في القرآن وتدبُّر معانيه وفهم مراده وكشف أسراره وإدراك مراميه والوقوف على بلاغته وسمو عبارته ورقي دعوته وحُسن نظمه وجمال بيانه ويتأتَّى هذا كلُّه أولًا وآخرة بحفظ نصوصه ومعرفة أحكام تلاوته هذا الحفظ الذي يرفع أصحابه وذويهم في الدنيا والآخرة ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيرُكم من تعلم القرآن وعلمه وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه الحضور الكرام إن الحديث عن القرآن الكريم الذي هو آخر التنزلات الإلهية حديثٍ لا يستوعبه الزمان ولا يحصره المكان لأنه يتعالى فوق الزمان وفوق المكان ويتسامى إلى ما بعد العقول ويذهب بعيدًا إلى ما وراء التاريخ ومطارح الوهم والخيال ويكفي أن الله تبارك وتعالى كما تكفَّل بتنزيله وتفرَّد بتنزيله تكفَّل بحفظه فقال تعالى إِنَّا نَحْنَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ فجزَى اللَّهُ خَيِّرَ الْجَزَاءِ وِزَارَةِ الْأَوْقَافِ عَلَى هَذِهِ الْخُطْوَةَ الْمُبَارَكَةِ وَأَشْكُرُ لَكُمْ حُسْنَ الْإِسْتِمَاعِ وجميل الإنصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته